ذكرت وكالة رويترز أن إيران أمامها فرصة من أجل توسيع نفوذها على الحكومة العراقية وهو السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها جد ذلك في تقرير لوكالة أوضح أن مقتدر صدر الذي يهيمن على السياسة العراقية طوال عقلين منعزل حاليا بعدما شجعت خطوة التراجع عن السياسة التي قام بها خصومه المدعومين من إيران وآثرت احتمالات دلع مواجهة طائفية جديدة لكن زعيم صدري يراقب الأوضاع السياسية ومستعد للعودة في حال ظهرت انتخابة جديدة وأنه لا يتوقع استمرار حكومة محمد الشاعر السوداني طويلا في الحكمة ولفتا إلى أن السوداني رفض بشكل متكتم دعوات من جانب خصوم الصدر لإقالة مسؤولين محسوبين على انتمائهم إلى الصدر وذلك خشية أن تؤدي خطوة كهذه إلى تصعد أعمال الأنفة